اشتركوا في القناة مفاجأة ابكت ابنها ستصدمكم رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية مهى ابو عوف شقيقة الفنان المصر الراحل عزة ابو عوف عن عمر نهز ال65 عاما داخل احد مستشفيات الخاهرة الجديدة وذلك بعد صراع مع مرض السرطان حيث كانت تعاني منه على مدار الفترة الماضية ثم اصيبت بالتهاب رأوي حاد ونخلت بسبب مؤخرا للعناية المركزة حتى فارقت الحياة اليوم وقبل دخولها العناية المركزة مباشرة تركت وصيتها الاخيرة مع ابنها وشقيقاتها حيث قالت الفنان الراحلة مهى ابو عوف قبل رحيلها احمد الله على كل حال واكدت لهما انها تريد ان تدفن بجوار شقيقها الفنان الراحل عزة ابو عوف في مخابر عائلتها كما كان لها وصية واحدة لمحبيها وجمهورها حيث طلبت منهما ان لا ينسوها كما عاشت هي مش نسياهم وبتحاول تقدم لهم اعمال ترضيهم وتنال اعجابهم كما خدمت الشكر لكل من زارها في فترة مرضها واطمئنة على صحتها وكشف شريف نجل الفنانة المصرية الراحلة مهى ابو عوف وصيت والدته قبل دخولها غرفة العناية المركزة وكشف شريف عن الجلسة الاخيرة التي قضاها مع والدته قبل دخولها غرفة العناية المركزة وهي الجلسة التي اخبرته خلالها بقرب رحيلها وقال شريف ان والدته كانت تبكي وتطلب منه الحفاظ على نفسه من مغريات الدنيا فاحتبس شريف دموعه ثم خرج من الغرفة وانفجر في البكاء متابع دائما ما كانت توصيني وتنصحني بالعمل وذكر شريف ان والدته لم تندم على شيء في حياتها طول عمرها في حالها وتقي جدا يعني ما عملتش حاجة تخليها تقعد ندمانة ووسط الفنانة مهى ابو عوف بان يتذكرها الجميع بالخير سواء من اصدقاءها في الوسط الفني او الجمهور وطالبت ان يدعو لها الجميع وان يسامحها الجميع وكشف شريف انه وجد في الدلاب الخاص بوالدته الفنانة المصرية الراحلة مهى ابو عوف بعد وفاتها عددا من الكتيبات الدينية التي توزع في العزاء صدق على روح المتوفي طبعتها والدته واحتفظت بها دون ان تخبر وبالفعل تم توزيعها بعد وفاتها كما اكتشف الكثير من اعمال الخير التي كانت تقوم بها والدته في الخفاء كما وجد مبلغ مال كبير بالاضافة الى كمية كبيرة من الزهب والمجوهرات والماس ووجد اوراق الحسابات البنكية الخاص بوالدته الراحلة سواء في مصر او خارجها توفيت صباح اليوم الخميس الفنانة المصرية مهى ابو عوف شقيقة الفنان المصر الراحل عزة ابو عوف عن عمر ناهز 65 عاما داخل احد مستشفيات القاهرة الجديدة وذلك بعد صراع مع مرض السرطان حيث كانت تعاني منه على مدار الفترة الماضية ثم اصيبت بالتهاب رأى وحاد ونقلت بسبب مؤخرا للعناية المركزة حتى فارقت الحياة اليوم ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة المصرية الراحلة مهى ابو عوف التي رحلت عن عالمنا قبل قليل ونشر الفنان اهاب فهمي عبر حسابه الشخص على موقع فيسبوك نعي النقابة للفنانة الراحلة وكتب تنعي نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مهى ابو عوف وانا لله وانا اليه راجعون صلاة الجنازة ظهرا اليوم الخميس في مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مصر الجديدة على طريق شارح صلاح سالم قبل تشييع جسمانها الى مقابر العائلة وقبل دخولها العناية المركزة مباشرة تركت وصيتها الاخيرة مع ابنها شريف وشقيقاتها حيث قالت الفنانة الراحلة مهى ابو عوف قبل رحيلها احمد الله على كل حال واكدت لهما انها تريد ان تدفن بجوار شقيقها الفنان الراحل عزت ابو عوف في مقابر عائلتها كما كان لها وصية واحدة لمحبيها وجمهورها حيث طلبت منهما ان لا ينسوها كما عاشت هي مش نسياهم بتحاول تقدم لهم اعمال ترضيهم وتنال اعجابهم كما قدمت الشكر لكل من زارها في فترة مرضها واطمئنة على صحتها وكشف شريف نجل الفنانة المصرية الراحلة مهى ابو عوف وصيت والدته خبل دخولها غرفة العناية المركزة وكشف شريف عن الجلسة الاخيرة التي قضاها مع والدته خبل دخولها غرفة العناية المركزة وهي الجلسة التي اخبرته خلالها بخرب رحيلها وقال شريف ان والدته كانت تبكي وتطلب منه الحفاظ على نفسه من مغريات الدنيا فاحتبس شريف دموعه ثم خرج من الغرفة وانفجر في البكاء متابع دائما ما كانت توصيني وتنصحني بالعمل وذكر شريف ان والدته لم تندم على شيء في حياتها طول عمرها في حالها وتقي جدا يعني ما عملتش حاجة تخليها تقعد ندمانا ووسط الفنانة مهى ابو عوف بان يتذكرها الجميع بالخير سواء من اصدقاءها في الوسط الفني او الجمهور وطالبت ان يدعو لها الجميع وان يسامحها الجميع حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بمجرد اعلان خبر وفاة الفنانة المصرية مهى ابو عوف منذ ساعات قليلة بعد معاناة مع مرض السرطان وكشف مصدر مخرب تفاصيل الايام الاخيرة في حياة الفنانة الكبيرة مهى ابو عوف اس كانت تعاني على مدار السنة الماضية بشكل كبير من تأسير المرض واكد المصدر انها كانت تتردد على المستشفى وتتابع العلاج مع الاطباء المتخصصين ولكنها كانت ترفض الابتعاد عن التمثيل حتى في اصعب التطورات الصحية التي مرت بها واضاف انها واجهت صعوبة كبيرة في تصوير المشاهد الاخيرة من مسلسل الحرير المخملي الذي تم عرضه مؤخرا ونعى الدكتور والفنان المصري اشرف زكي نخيب الممثلين في مصر الفنانة الراحلة مهى ابو عوف التي وفاتها المنية منذ قليل وقال اشرف زكي ان الجنازة ستشيع من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ظهر اليوم الخميس قبل تشيع جسمانها الى مقابر العائلة ونعت الفنانة المصرية روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام الفنانة الراحلة مهى ابو عوف التي رحلت عن عالمنا في الساعات الاولى من صباح اليوم ونشرت روجينا الصورة تجمعها بالفنانة الراحلة ونجلها شريف وعلقت قائلة وذا عن اختي وصديقة العمر واجدع واطيب ست في الدنيا خبر مفجع ربنا يصبر قلبك يا شريف كنت الدنيا وما فيها لمهى اسألكم الدعاء بالرحمة والمخفرة وعانت الفنانة الراحلة من مرض السرطان الذي صارعته خلال الفترة الاخيرة من عمرها لتلفز انفاسها الاخيرة داخل احد المستشفيات الخاصة في القاهرة ونعى عدد كبير من الفنانين الممثل الراحلة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وكتب الفنان تامر حسني على فيسبوك ان لله وانا اليه راجعون وفات الفنانة مهى ابو عوف نسألكم الدعاء والفاتحة واعرب الفنان مصطفى شعبان عن حزن الشديد لرحيل مهى ابو عوف وكتب عبر فيسبوك البقاء لله في الفنانة مهى ابو عوف الله يرحمها ويخفر لها ويسكنها فسيح جناته اما الفنان حماد هلال فكتب عبر فيسبوك ايضا البقاء لله في الفنانة مهى ابو عوف ربنا يرحمها ويخفر لها ونعت الفنانة المصرية سلوى عثمان عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك الفنانة مهى ابو عوف التي رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان وكثبت سلوى الزميلة العزيزة الخلوقة الطيبة مهى ابو عوف في زمة الله ربنا يرحمها ويخفر لها ويسكنها فسيح جناته ويرزقها الفردوس الاعلى في الجنة يا رب ونشرت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بالفنانة الراحلة وعلقت قائلة إنا لله وإنا إليه راجعون الفنانة مهى ابو عوف في زمة الله الدعاء لها بالرحمة وسلمي لعلى الغليين وكتب الفنان المصر هاني رمزي الله يرحمك يا مهى هتوحشيني قوي عزائل أسرتك ولكل محبينك ووجهت إسعاد يونس رسالة مؤسرة لمهى ابو عوف قائلة وذا عن صديقتي وحبيبتي وعشرة السنين الجميلة خبر صادم ومفجع اللهم هون علينا ما تبقى من العمر فقد أصبحت الأيام سقيلة في ظل رحيل الأحباب الفنانة مهى ابو عوف ولدت مهى ابو عوف في 28 نوفمبر عام 1959 في القاهرة وهي شقيقة الفنان الراحل عزة أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن الكبير أحمد شفيق أبو عوف وكونت مع شقيقها عزة وشقيقاتها السلاس مونى ومنال ومرفت فرقة الفور ام في نهاية السبعينيات وكانت من أنجح الفرق حين ذلك وبعد توقفهم لفترة كبيرة كانوا قد بدأوا الاستعداد لعودة الفرقة مرة أخرى وبالفعل بدأوا بروفات الأغاني ولكن جاء مرض أخيها الفنان الراحل عزة أبو عوف ليقف حائلا لتحقيق حلم عودة الفرقة حتى رحل عن عالمنا وقالت بعد وفاته إنه من المستحيل أن تعود الفرقة بعد رحيله فلا يوجد شيء يمكن فعله بعد عزة أبو عوف وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفن والتمسيل وكانت قد درست في جامعة الأمريكية بالقاهرة وكان عزة أبو عوف بالنسبة لها بما سابت الأخ والصديق والأب وكان موت فاجعة بالنسبة لها وكانت ترفض فكرة موت وتشعر متناسية إنه قد سافر ولا بد أن يعود في يوم من الأيام ولكن الحقيقة إنه لم يعد عزة أبو عوف ولكن لحقت هي به بعد صراع طويل مع مرض السرطان رحلت في هدوء ولكنها تركت أسرا كبيرا في نفوس الكثيرين الذين حزنوا لسماع خبر وفاتها وبالتوازي مع انطلاقها في عالم الغناء خدمها المخرج حسن الإمام في دور صغير بفيلم لا تظلم النساء أمام حسين الإمام وهناء سروت وتحية كريوكي وسعيد صالح وتوالت بعد ذلك أعمى لها السينمائية ومنها أنا لا أجذب ولكني أتجمل وممنوع للطلبة والخط الساخن وفي الصيف الحب جنون وأحلى الأوقات وما عليش إحنا بنتبهدل وأمير البحار وغش الزوجية ومن أشهر أعمالها التلفزيونية ساحرة الجنوب وراجل وست ستات وأرض جو وبالحجم العائلي ونسر الصعيد وليه لا وكله بالحب واثنين في الصندوق وزي القمر والدائرة وكان آخر تواجد للفنانة مهى أبو عوف من خلال مسلسل الحرير المخملي والذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى وأحمد وفيق ومهى أبو عوف وولاء الشريف وهلا فاخر وسامم غوري وطارق صبري وتزوجت الفنانة المصرية الراحلة مهى أبو عوف من المطرب الراحل عمر خرشيد خبل وفاته بأشهر قليلة عام 1981 ولم يستمر الزواج طويلا وانفصلان ولكن عند وفاته اكتشفت حملها بالشهر الرابع إلى أن أجهضت الجنين وتزوجت مهى أبو عوف بعد وفاة عمر خرشيد وأنجبت ابنها الوحيد شريف وبعد انفصالها من والد نجلها شريف ارتبطت بزوجها الحالي وهو عمر المنزلاوي لم تكن مهى أبو عوف فنانة عادية بل كانت استثنائية قدمت العديد من الأدوار التي لا يشبه أحدهم الآخر فهي الأم والزوجة والطيبة والشريرة بل وقدمت أدوارا كوميدية ما زالت عالقة في أزهاننا بطريقتها الطريفة التي لا تنسى وكانت في كل دور تبدع عن الذي قبله فربما نشهتها في أسرة فنية حيث كان والدها الملحن الكبير أحمد شفيق أبو عوف وأخيها الفنان الراحل عزة أبو عوف سببا في ذلك كما إنها قبرت وترعرعت وسط كبار نجوم الفن وكان لذلك تأثير كبير على موهبتها والتي أصبحت من خلالها من أهم فنانات مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر